اعزائي طلبة الصف السادس العلم الفلع التطبيقي اهلا ومرحبا بكم ثانية ضمن فترتنا البث المباشر لمادة الاقتصاد للصف السادس العلم الفلع التطبيقي الجزء الثاني طلبتنا لعزائي قبل الفاصل طرحنا السؤال التالي عدد انواع التضخم طبعا التضخم طلبتنا لعزائي يكون على انواع والمطلوب من طلبتنا لعزائي حفظ انواع التضخم شاملة كاملة لان هذا قد يأتي السؤال بطريقة التعداد مثل هذا السؤال عدد انواع التضخم مما يستلزم من طلبتنا لعزائي هو تعداد التضخم او قد تأتي كل نوع من انواع التضخم بصيغة التعريف عرف التضخم المفتوح او عرف التضخم المكبوت او عرف التضخم الجامح الزاحف المستورد فالمطلوب من طلبتنا العزاء قراءة هذا الموضوع قراءة هادئة وحفظ مفردات المنهج بصورة كاملة وستكونوا إن شاء الله مستعدين للإجابة عن كل سؤال بأي صيقة طرح فإذن عدد أنواع التضخم التضخم الأول طلبتنا العزاء هو التضخم المفتوح هذا النوع من التضخم هو التضخم الظاهر بالارتفاع المستمر في الأسعار استجابة لفاض الطلب دون تدخل السلطات فهنا طلبتنا العزاء ترتفع الأسعار بحرية لتحقيق التعادل ما بين العرض والطلب أما التضخم الثاني فهو التضخم المكبوت ومن اسمه تضخم مكبوت هذا نوع من أنواع التضخم المستتر الذي لا تستطيع الأسعار في ظل أن ترتفع لماذا لا تستطيع الأسعار في ظل التضخم المكبوت أن ترتفع؟ الجواب لوجود القيود الحكومية مثل التسعير الإجبارية ونظام البطاقة التموينية أما النوع الثالث من التضخم فهو التضخم الجامح ومن اسمه هذا التضخم الجامح هو الزيادة الكبيرة في الأسعار تتبعها زيادة في الإجور فتزيد التكاليف فتنخفض ربحية الأعمال مما يحتم زيادة جديدة في الأسعار فتزداد الإجور وهكذا يفضي هذا التضخم ما يسمى بالدورة الخبيثة للتضخم وطبعا هذا من أخطر أنواع التضخم لصعوبة السيطرة عليه أما النوع الآخر طلبتنا الأعزاء أو النوع الرابع من التضخم فهو التضخم الزاحف ومن اسمه التضخم الزاحف هو نوع من أنواع التضخم تدريجي معتدل ومصاحب لمعدل نمو مقبول إلا أن استمراره يؤدي إلى الوصول إلى التضخم الجامح بسبب أثره التراكمي يعني يمكن أن يؤدي التضخم الزاحف إلى الوصول إلى التضخم الجامح السبب في ذلك هو أثره التراكمي أما النوع الأخير من التضخم طلبتنا الأعزاء فهو التضخم مستورد وهذا النوع من أنواع التضخم يأتي من الدول التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج فإذا كانت الأسعار في الخارج مرتفعة فحتما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الداخل إذن طلبتنا الأعزاء كان هذا استعراض لأهم أنواع التضخم وبنيناها بالتفصيل أنتقل طلبتنا الأعزاء إلى سؤال جديد يقول السؤال عدد أنواع البطالة مبينا أسباب كل نوع وطرق علاجها هذا طلبتنا الأعزاء السؤال وضعت بهذه الصيقة حتى نستطيع أن نتناول كل مادة المنهج الدراسي ومن تعريف البطالة وشكل البطالة وسببها وطرق علاجها فنأخذ أولاً النوع الأول من البطالة بطالة احتكاكية طبعاً نعرفها نقول هي البطالة التي تحدث بسبب التوقف الموقت عن العمل بسبب الانتقال العامل من مهنة إلى أخرى فإذاً بطالة موقتة ناجمة عن تغيير الوظيفة ما هو سببها؟ ما هو سبب البطالة الاحتكاكية؟ طبعاً يعود إلى الافتقار إلى المهارة والخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح وصعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن التخصص الدقيق وتقسيم العمل وأخيراً التغير المستمر في بيئة الأعمال والمهن المختلفة الأمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة ومتجددة باستمرار إذن طلبتنا العزاء عالجنا البطالة الاحتكاكية وعرفنا أسبابها الآن ما هو علاج البطالة الاحتكاكية؟ العلاج يتم عن طريق توفير المعلومات الكاملة من خلال بنك معلومات الوظائف المرتبط بأجهزة كمبيوتر مركزية كما هو الحال في البلدان المتقدمة إذن طلبتنا العزاء عالجت هذا الموضوع بهذه الصيغة المطلوب من طلبتنا العزاء أن تسري هذه العملية على بقية أنواع البطالة أن تأخذ التعريف ثم تبين ما هي الأسباب وأخيرا العلاج أأخذ النوع الثاني البطالة الهيكلية نعرف أولا البطالة الهيكلية هي البطالة التي تحدث بسبب التغيرات الديناميكية في الاقتصاد وإحلال الآلة محل العنصر البشري الآن أكمل التعريف البطالة الهيكلية ما هي أسباب البطالة الهيكلية؟ طبعا من التعريف نأخذه التغيرات الديناميكية في الاقتصاد وإحلال الآلة محل العنصر البشري هذا هو السبب الرئيسي للبطالة الهيكلية كيف أعالج ما هو علاج البطالة الهيكلية يتم عن طريق إدخال نعم لدينا اتصال كرار من بغداد فضل يا كرار ما هو سؤالك نعم الصوت غير واضح كرار إذن طلبتنا الأعزاء نعم إذن انقطع الاتصال إذن طلبتنا الأعزاء نأخذ العلاج ما هو علاج البطالة الهيكلية يتم إدخال العاطلين عن العمل في دورات تخصصية متخصصة من أجل التدريب ورفع مستوى المهارة الشخصية بشكل يتلأم مع التغيرات التكنولوجية التي تحدث في أساليب الإنتاج إذن عالجنا البطالة عرفنا تعريف البطالة الهيكلية وسبب البطالة الهيكلية ثم علاجها أيضا بنفس الطريقة أتدرج في بقية الأنواع من البطالة أخذ البطالة الدورية نعرف البطالة الدورية أولا هي البطالة التي تحدث بسبب دورات الأعمال ففي فترة الركود الاقتصادي تنخفض التوظيف تزداد البطالة وتنتشر بين عمال البناء والصناعة نعم لدينا اتصال من بغداد تفضل يا كرار نعم حاول التتصل مرة أخرى وسنكون إن شاء الله مستعدين للإجابة أنتقل طلبتنا الأعزاء إلى إكمال المقطع الآخر وهو أسباب البطالة الدورية ما هي أسباب البطالة الدورية طبعا هذه البطالة من اسمها بطالة دورية تحدث بسبب دورات الأعمال فترة الركود الاقتصادي ينخفض التوظيف فتزداد البطالة وتنتشر بين عمال البناء والصناعة كيف نعالج البطالة الدورية العلاج طبعا يتم عن طريق تدخل الدولة تدخل قوي لعادة التوازن إلى الاقتصاد عن طريق التنشيط والتحفيز الاقتصادي أنتقل إلى نوع آخر من البطالة وهو النوع الأخير وهي البطالة المقنعة أعرف البطالة المقنعة هي نوع من أنواع البطالة تنشي عدد ما يكون عدد العاملين يفوق الحاجة الفعلية للعمل مما يعني وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئا بحيث إذا ما سحبت من أماكن العمل فإن الانتاج لن يتغير الآن عرفت البطالة المقنعة شنو أسبابها ما هي أسباب البطالة المقنعة طبعا تنشي عدد ما يكون عدد العاملين يفوق الحاجة الفعلية لقوة العمل مما يعني وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئا بحيث إذا ما سحبناه من أماكن العمل فإن الإنتاج لن يتغير كيف أعالج البطالة المقنعة يتم عن طريق النقاط الثلاثة اعتماد معيار الحاجة الحقيقية للقوى العاملة ربط الأجر بالعائد وتأهيل العمال الفائضة للعمل في أعمال أخرى إذن طلبتنا الأعزاء عالجت موضوع البطالة بهذه الطريقة ما هي أنواع البطالة أسبابها وطرق علاجها ويتكونون إن شاء الله مستعدين للإجابة عن أي سؤال طرح بأي صيغة كانت أيضا طلبتنا الأعزاء أنتقل إلى سؤال آخر من أسئلة الاقتصاد ضمن فقراتنا اليوم للبث المباشر لمادة الاقتصاد وهذا السؤال يعتبر من الأسئلة المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس العلم الفرع التطبيقي يقول السؤال ما هي أجراءات السياسة المالية والنقدية في كبح جماح التضخم أو بنفس الطريقة كيف تتم معالجة التضخم إذا كان السؤال بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة فتكون الإجابة واحدة كيف نعالج التضخم أو بصيغة أخرى ما هي أجراءات السياسة المالية والنقدية في كبح جماح التضخم إجواب عن هذا السؤال طلبتنا الأعزاء أولا اعتماد سياسة نقدية تتسم بالصرامة والتقييد لعرض النقد مما يجعل كتلة النقود المتداولة محدودة نعم لدينا اتصال نعم اتفضل يا كرار الأمر الثاني طلبتنا الأعزاء اعتماد سياسة مالية متشددة تتمثل بزيادة حجم الضرائب على الدخول المرتفعة من جهة وخفض الإنفاق الحكوم من غير الموجه للخدمات العامة الأمر الثالث طلبتنا الأعزاء بيع السندات الحكومية إلى الأفراد والمؤسسات من أجل سحب السيولة النقدية لغرض خفض الطلب الكل في الاقتصاد وأخيرا طلبتنا الأعزاء اعتماد سياسة اقتصادية تساهم بزيادة الانتاج والعرض السلعي والخدمات وتقليل من الاستهلاك الترفي إذن طلبتنا الأعزاء هذا كان جوابا عن سؤالنا الذي يقول ما هي إجراءات السياسة المالية والنقدية في كبح جماح التضخم أو بطريقة أخرى سؤال كيف تتم معالجة ظاهرة التضخم نعم لدينا اتصال من تفضل السلام عليكم أستاذ علي من النجاح تفضل يا علي ما هو سؤالك تعريف الدورة الخبيثة للتضخم أي سؤال آخر وما هو سبب حدوثها نعم شكرا للاتصال سؤال الثاني نعم سبب حدوث التضخم نعم أسباب حدوث التضخم نعم شكرا أستاذ شكرا للاتصال شكرا للاتصال يسأل طالبنا العزيز علي من النجف يقول ماذا نعني بالدورة الخبيثة في التضخم وكيف تحدث طلبتنا الأعزاء بالتضخم تزيد الأسعار فتزاد التكاليف مما يطلب رفع الأسعار من جديد فعدما زيد التكاليف وزيد الأسعار ثم تزيد التكاليف وتزيد الأسعار هذا يفضلنا إلى ما تسمى بالدورة الخبيثة للتضخم هذا سببها هو الزيادة بالأسعار ثم الزيادة في التكاليف ثم زيد الأسعار ثم تزيد التكاليف إذن سببها هو ارتفاع الأسعار بشكل وهذه طبعا تحدث في أغلب الاقتصاديات العالمية التي تتعرض إلى أزمات اقتصادية أو حروب فترتفع الأسعار ارتفاعاً كبير هذا هو سبب حدوث الدورة أو الدورة الخبيثة للتضخم والتضخم الجامع طبعاً هذا من أخطر نواع التضخم يؤدي إلى انهيار الاقتصاد فترتفع الأسعار بين ليلة وضحاها ارتفاع كبير ولا تستطيع عناصر الإنتاج من إنتاج السلع والخدمات في الفترة القصيرة مما يستلزم زيادة الأسعار بصورة كبيرة وهذا هو سبب التضخم وعانت الكثير من دول العالم في فترات الحروب من ظاهرات التضخم إذن طلبتنا الأعزاء أنتقل إلى الفصل الرابع ذمن المراجعة المركزة لمادة الاقتصاد للصف السادس العلمي ولدينا طلبتنا الأعزاء أيضاً هنا مجموعة من التعاريف أو المصطلحات الاقتصادية مما يستلزم حفظها من قبل طلبتنا الأعزاء التعريف الأول طلبتنا الأعزاء هو النقود ماذا نعني بالنقود؟ النقود هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل ويستخدم مقياساً للقيمة ومستودعاً لها هذا هو تعريفنا للنقود طلبتنا الأعزاء أما التعريف الثاني فهو النقود السلعية ماذا نعني بالنقود السلعية؟ نعني بالنقود السلعية هي مجموعة من السلع ذات الاستخدام العام والمفيد لكل قطعات المجتمع بحيث يمكن استخدامه كوسيلة للمبادلة لكل أنواع السلع والخدمات مثل الصوف والقمح وبعض المعادن أما التعريف الثالث طلبتنا الأعزاء فهو المصرف ماذا نعني بالمصرف؟ المصرف مؤسسة تتوسط ما بين الأفراد والمؤسسات تقوم بتجميع الادخارات النقدية الفائدة عن الحاجة مقابل عائد سنة ومحدد فائدة لتقوم لاحقا بإقراضها إلى الأفراد أو الشركات أو المؤسسات بسعر فائدة أعلى إذن طلبتنا الأعزاء هذا ما سمح به الوقت الفترة هذه ثم فاصل ونعود إليكم نكمل ما تبقى من التعريف ضمن مادة الفصل الرابع إذن فاصل ونعود إليكم اشتركوا في القناة